اهلا بحضراتكم بعد الفاصل كابتن عادل احنا توقفنا عملين بنحكي بعض الناس يمكن تقول ايه مع احترامي طبعا ان الكابتن عادل ملعبش كتير انه مدرب كتير انا عاوز اقول للسيادة المشاهدين انا في الحلقة دي بالذات كابتن عادل تاريخ كبير في تدريب النادي الاهلي طلع ناشئين ونسا تسمع منه حاجات كتيرة جدا لكن انا مركز مع الكابتن عادل في الحلقة دي بالذات على الجزئية وجزئية مهمة جدا الجزئية اللي هي الاخلاقية التربوية مش الرياضية فقط لغير لانه هو ده النادي الاهلي وهو ده ازاي مدرب بيتفنن بيتفنن عشان يعمل اي حاجة يسعد بيها جماهير النادي الاهلي ويقدر يرد الجميل للنادي الاهلي كلام ده مزبوطة ولا مش مزبوطة كابتن عادل والله كابتن انا قلت لحضراتك انه ربنا سبحانه وتعالى بيدينا كلنا عشر من عشر نعم مفيش واحد بياخد تسعة نص كلنا لانه اسمه العدل فبيدينا كلنا فيه فترة يعني كان بيقولوا عنك كابتن عبدو كابتن صالح الناس اللي احنا يعني بنسق في قدراتهم الفنية كان بيقولوا اننا لعيب كويس ولما حسن حلمي بيقعد مع كابتن عبدو ويتفقوا هيلعبه منتخب اهلي وزمالك انا لعب الماتش كله فمعناها اننا يعني لعيب كويس صبع لما يكون فيه ظروف ان الدوري ولما برضو ماتش الاسماعيلي النادي الاهلي مع الاسماعيلي ولا بقى انا وعلى بو جريشا راسين حربة اذا برضو حتى كابتن محمد عثمان وكابتن عبدو صالح برضو في نفس القصة الهدف الان اصده ان انا اصده ان انا في الفترة دي فيه جيل كامل كانوا لعيبة لعيبة خوية جدا بسبب الحرب اه طبعا جمال العوض ده كان لعيب جامل جدا كان في وسط الملعب زرف حتى الفناجيل كده طبعا وعلي الحلو وكان شاو عبدالشافي وشاو ايه ووجيه الصديب كان باكليفت عالي جدا لا لا كان فيه لعيبة كتير جدا انه عارف وبطالت وكي ده اللي خدمنا احنا ده اللي خدم جيلنا احنا لا انا برضو حضرلك لازم تاخد عشرة من عشر واللي قبليك تخد عشرة من عشر انا خد عشرة من عشرة كمان يا كابتن لا لا ربنا اكرمك يا ربنا اكرمك حاجة نادر ايه يفتخر بيها والله ربنا يا خليك كابتن ايه تمسكت 19 و20 وخد شط السوق فيك لسولة دي يا كابتن اه شوف الجمهورة دي يا كابتن يعني طب قولينا بقى كابتن طيب طوخي والمين اللي كان بعدي عليه على طوي ده كابتن جوهري كابتن طه وبعدين أنا كابتن عز ت كابتن روبي ة كابتن حمدين كابتن محمدين كابتن مشير كابتن ابراهيم كابتن احنا عباء كابتن شوقي كابتن حسين العقر كان لعب فى الدراحان اه طبعا طبعا esperar دي كان م هورات دي يا كابتن بيها والله يا 것이ابتن دي لاسف ما نشبين المجرة داخليه ممكن بقى حاجة كده اه حاجة حاجة تكريم أو كده حاجة تكريم أو حبل ماتش كبير أو حاجة فريق قدامة ودي الحاجات اللي نادر قليل دائماً بتميز بيها طبعاً 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 طب كابتن عدي أنت مسكت 19 و 21 حققت بيهم بوتولتين جمهورية وكان في بعض الظروف كده احنا بنتكلم على النتائج اللي أنت حققتها مع بوتولتين ماسك فريتين في وقت واحد كان معك كابتن مار أمام تقريباً مظبوط الكلام اللي حصل بأنه النادر آلي الجهاز الفني خد قرار وإحنا برضو كنا مع القرار يعني فريق 21 سنة يفضل منه أربعة أربعة دول كانتامر النحاس وياسر رجب وطارق سليمان مش عارفوا مين كمان والباقي كله يمشي وفريق 19 طب ليه خدوا القرار ده يعني نوع من طرباوي لا مش طرباوي عايز يعني بدل المصاريف لا ما نعب بال19 يعني على السن فريق 19 فريق قوي عاملين نتائج برضو ما تعدلوش متش جيل الهشام والمجموعة دي نعم فلعبنا بنلعب حد وثلاثة وخفيس طب بدون أعطي كلامك معلش بالجزئية دي هل القرار بيتخذ من رئيس مجلس الإدارة ولا من مقدرت الكورة ولا بيرجعوا للمدير الفني ويقول لهم أنا عندي لعيبة تفوق اللعيبة اللي موجودة فوق وأنا جيل بسلم جيل ما معروف في كل عمرها في النبل علي كده لا كان مدير الفني وكان أعتقد كان في حد مساعد معايا هم اللي خدوا القرار بيرجعوش للمجلس يعني فهو القرار اتاخد وإحنا الحمد لله نجحنا الحمد لله قرار ايه اتاخد ايه عشوائي مثلا لا ماقدرش اقول عشوائي لكن هو كان الهدف منه توفير نفقات وفي نفس الوقت عايزين نركز على مجموعة معينة المجموعة دي هي اللي هتستمر يعني فالولاد اللي حيأخدوا بطولة القاهرة 21 سنة وبطولة الجمهورية يعني المقاولين اربعة الزمالك 6-0 لو جيل بتاعي شام حالف كان معاك كابتن همام مدرم كان معاك كابتن همام كان في السعودية وكابتن همام كابتن مقاولين همام ماقدرش انسى دوره كراجل على اعلى مستوى كخلق وكتدريب طبعا وكل ما يخطر على بالك والراجل ده برضو مش وقت حقه لانه برضو كمدرب وكلاعب طبعا كلاعب جامد جدا وقو جدا الى جانب التدريب كل ما هو جميل موجود في هذا الرجل لا وعلى فكرة كمان ممكن مهر همام الظلم اعلاميا كمان كمان كان لعيب كرة جامد قوي في التدريب يشتغل فترة طويلة جدا ورغم كده انت ظلم